اشتركوا في القناة وذلك تحت عنوان تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك وتناقش القمة التي يشارك فيها العديد من ممثلي الحكومات وصانعي القرار وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم تناقش كيفية التعامل الناجح مع ظاهرة التنوع في المجتمعات البشرية وتأكيد مبادئ التسامح والسلام وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص شكره لأخيه معالي شيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي تجسد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس دورها في تعزيز مفاهيم السلام بين الدول وحرصها الثابت على تعزيز التفاهم بين مختلف دول وشعوب العالم بما يسهم في تحقيق التقدم والرخاء للجميع وأضاف معالي وزير الخارجية أن المشاركة في القمة العالمية للتسامح تأتي في إطار الحرص على التعريف بنهج مملكة البحرين الثابت عبر التاريخ في التسامح والانفتاح والتعايش وما تقوم به من دور رائد في نشر هذه القيم وما تنجزه من مبادرات لمد جسور التواصل وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان ومن أهمها ما يقوم به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأكدا معاليه أن هذه القمة تعد إحدى أهم الفعاليات الدولية التي أخذت على عاتقها مهمة سامية وهي بناء عالم يسوده التسامح من خلال التعاون المشترك وتضافر كافة الجهود لتعزيز التضامن الإنساني ومواجهة التعصب والتطرف والتمييز وخلق ثقافة السلام واحترام التنوع وتأكيد الروابط الإنسانية وعرب معالي وزير الخارجية عن أمنياته الطيبة للقائمين على القمة وجميع المشاركين فيها بالتوفيق والخروج بنتائج تسهم في دعم قيم التسامح وتفعيل الحوار البناء بين الحضارات والتواصل الإيجابي بين مختلف الثقافات والأديان متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار